اسم الدرس الاحتراق في الهواء أهمية الأكسجين في عملية الاحتراق المحور الهواء المفاهيم الاحتراق الهواء الأكسجين الجسم المحترق الاحتراق السريع المحتوى الاحتراق في الهواء أهمية الأكسجين في عملية الاحتراق الهدف أتعرف الاحتراق وأثبت دور الهواء في عملية الاحتراق أتعهد مكتسباتي أتأمل الرسم وأسمي الغازات الموجودة بالقارورة قبل إدخال الشمعة المشتعلة فيها الإجابة تحتوي القارورة قبل إدخال الشمعة المشتعلة فيها على الهواء بجميع مكوناته ثناء الأكسجين بنسبة الخمس 21% وهو غاز شفاف عديم اللون ضروري للإحتراق ثناء الأزوت وهو غاز شفاف عديم اللون لا يساهم في الاحتراق بنسبة أربعة أخماس تقريبا 78% بالإضافة إلى مكونات أخرى بنسب ضعيفة جدا ومن بينها بخار الماء وثناء أكسيد الكاربون والأرغون الغازات الموجودة في القارورة بعد إطفاء الشمعة الإجابة بعد إطفاء الشمعة تمتلئ القارورة بثاني أكسيد الكاربون ألاحظ وأتساءل تساءلت أخت أحمد عن ظاهرة لاحظتها وأثارت حيرتها وجود ثقوب بجوانب الكانون المعد لإشعال الفحم ولجوء أمها إلى وضع حقة من الصفيح مفتوحة الفوهتين فوق القانون بعد إشعال الفحم أساعد الأخت على إيجاد تفسير لهذه الظاهرة أفترض أقدم افتراضاتي حول ظاهرة وجود الثقوب بجوانب الكانون ولجوء الأم إلى استعمال الحقة المفتوحة الفوهتين فوقه بعد إشعال الفحم الإجابة سر وجود الثقوب على جوانب الكانون هو لتسريع عملية احتراق الفحم واللجوء إلى وضع حقة من الصفيح مفتوحة الفوهتين فوق الكانون بعد إشعال الفحم هي طريقة تستخدم لإحداث طيار هوائي يضمن عملية اشتعال الفحم كلياً وفي وقت وجيز أجرب وأتثبت أنجز التجارب الموضحة بالرسوم التالية التجربة الأولى أسطوانة زجاجية مفتوحة الفوهتين قارورة زجاجية مغلقة أقارن بين لهب الشمعتين الإجابة نلاحظ أن لهب الشمعة داخل الأسطوانة الزجاجية مفتوحة الفوهتين يحافظ على اشتعاله لتوفر الأكسجين بينما تنطفئ الشمعة الثانية الموجودة داخل القارورة الزجاجية المغلقة وذلك لأن كمية الأكسجين في محيط الشمعة محدود التجربة الثانية أكسجين أقارن بين لهب الشمعتين الإجابة نلاحظ أن الشمعة الأولى أكثر لهيب لانفراد غاز الأكسجين في محيطها بينما يكون لهيب الشمعة الثانية أقل أستنتج أكمل الفراغات بما يناسب طيار الهواء الأكسجين الجسم المحترق الاحتراق يساعد على الاحتراق ويصبح لهب أشد تأجج بتوفر أثناء عمليات الإجابة يساعد الأكسجين على الاحتراق ويصبح لهب الجسم المحترق أشد تأجج بتوفر طيار الهواء أثناء عملية الاحتراق أطبق وأوظف أولاً أذكر في كل مرة تنطفئ أو يتواصل احتراقها بعد ملاحظة الرسوم وقراءة الإفادات التالية المتعلقة بالقوارير التي وضعت فيها أولاً قارورة من البلاستيك مفتوحة من الأعلى ثانياً قارورة من البلاستيك مفتوحة في جانبها ثالثاً قارورة من البلاستيك مفتوحة من الأعلى وبها ثقب في جانبها رابعاً يتواصل احتراقها ثالثاً قارورة من البلاستيك مفتوحة من الأعلى وبها ثقب في جانبها يتواصل احتراقها رابعاً قارورة من البلاستيك مفتوحة من البلاستيك مغلقة تنطفئ ألف تلح الحماية المدنية على ضرورة وجود المطفأ في السيارة والمصنع وفي النزل ومحطات توزيع الوقود لماذا حسب رأيك؟ الإجابة الإصرار على وجود المطفأ في العديد من الأماكن مثل التي تم ذكرها سابقاً هو لتوخي الحذر واستعمالها عند الحاجة لإطفاء النيران في صورة اندلاعها وذلك لأنها تحتاجها على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في إخماد معظم أنواع الحرائق باء ما هي التدخلات التي يمكن القيام بها عند نشوب حريق قبل وصول رجال الإطفاء؟ الإجابة من بين التدخلات التي يمكن القيام بها عند نشوب حريق قبل وصول رجال الإطفاء؟ أولاً الخروج فوراً مع أفراد العائلة وإذا كان هناك كثافة دخانية فيتطلب الخروج من المنزل زحفاً على اليدين والركبتين وإذا كان الجميع في الدور العلوي والحريق في الدور الأرضي فالأفضل اللجوء للسطح والبقاء فيه حتى يتم إنهاء الحادث ثانياً الاتصال بالحماية المدنية ثالثاً اتخاذ بعض الإجراءات في حالة القدرة عليها مع مراعاة عدم المجازفة والمخاطرة حتى وصول رجال الإطفاء للموقع مثل ألف فصل الطيار الكهربائي من القاطع الرئيسي وإغلاق محابس الغاز باء استخدام المطفأ اليدوية المتوفرة في الموقع إذا كان الحريق محدوداً تاء إبعاد المواد الخطرة من موقع الحادث إن أمكن ذلك ثاء عدم التصرف في أشياء قد تلحق الضرر بالآخرين جيم غلق منافذ التهوية التي تساعد على ازدياد اللهيب حاء تخفيض درجة المادة المشتعلة باستخدام المياه أقيم تعلمي الجديد ألف نكس قارورة على شمعة تشتعل باء وضع شمعة تشتعل في الهواء أسجل نتيجة كل عملية وأعللها الإجابة في العملية الأولى عند تغطية الشمعة بقارورة فإننا نحدد كمية الأكسوجين في محيط الشمعة وكما هو معلوم فإن الأكسوجين عامل مهم للإشتعال وبهذه التجربة فهو مهم لإشتعال شعلة الشمعة وكلما بقيت الشمعة مشتعلة فإنها تستغل الأكسوجين الموجود في الوعاء إلى أن ينفذ الأكسوجين أو إلى أن تبقى كمية قليلة التي لا يمكنها المساعدة على إبقاء الشمعة مشتعلة ومع مقصام كمية الأكسوجين تزداد كمية ثاني أكسيد الكربون الذي نتج من تفاعل الاحتراق والذي يكون طبقة عازلة التي تمنع وصول الأكسوجين مما يؤدي في النهاية إلى انطفائها التجربة الثانية ستحافظ الشمعة على اشتعال لهيبها إلى حين ذوبانها وذلك لتوفر الأكسوجين بكميات غير محدودة في الهواء